كنت متعود من سامسونج على الشاشات السوبر امالود الممتازة في الفئات السعرية المتوسطة والاقل من المتوسطة كمان بس كان دايما الموبايل كده بيبقى فيه اكتر من عيب قاتل زي البطاريات ضعيفة او الاداء الضعيف او كاميرات لا ترقى لمستوى المنافسين ده غير التسعير اللي كان دايما بيقى مبلغ فيه تفتكر الوضع اختلف مع موبايل سامسونج جالكسي A30 الجديد ولا لا ده اللي هتعرفوا لما تتفرج على الفيديو ده لما تمسك الموبايل اول مرة اول حاجة هتشدك هي الشاشة السوبر امالود الممتازة بسطوعها القوي تحت الشمس ووضوح الوانها وتفوقها على كل شاشات الموبايلات المنافسة من الاخر هي تقريبا نفس شاشة الجالكسي A50 اللغلة منه وكمان سامسونج ما بخلتش علينا وحطت الشاشة بنفس الدقة الفول اتش دي بلس ونفس طبقة الحماية جوريلا الجيل التالت وكمان الشاشة عليها سكريم بروتكتور لما تيجي تطلع الموبايل من العلبة بالنسبة للبيزلز او الحواف حوالين الشاشة فهي برضو زي A50 الحافة العلوية والليلة وصغيرة والحافة السفلية كبيرة شوية بس طبعا مقبول بالنسبة للفئة السعرية اللي الموبايل ده فيها وبالنسبة للنوتش فهو انفينيتي يو اللي محطوط فيه الكاميرا السيلفي وممكن تلغي من الاعدادات لو مش حابب شكل النوتش الفئة السعرية اللي الموبايل ده محطوط فيها مفيش مانع يكون الموبايل بولي كاربونايت او بلاستيك زي معظم المنافسين ايوه طبعا هيتخربش ويتبهدل مع الاستخدامه مع الوقت ولا يفضل انك تمشي به من غير الجراب الشفاف اللي جاي معه في العلبة علشان تحافظ عليه بالنسبة للمسكة في الايد فهي كويسة جدا لان الموبايل وزنه خفيف اقل من 170 جرام تخانته اقل من 8 ملي وكمان فيه كريفات في الظهر الثلاث حاجات دول مع بعض مخليين المسكة في الايد كويسة جدا ومش هتتعب منها واحب اأكد عليك ان الموبايل ما فيهوش حماية من الماء والاطربة زي اخوك كبير الجالاكسي اي ففتي اللي برضو ما فيهوش حماية من الماء والاطربة المنطق والعقل بيقول لو فيه حماية رسمية سامسونج هتحط الشهادة بتاعت الحماية من الماء والاطربة على قلبة الموبايل وهتركز عليها في الدعاية بتاعت الموبايل والحاجتين دول ما حصلوش نيجي للمعالج الجديد اللي في الموبايل ده وهو معالج اكسينوس 7904 ده نفس معالج السامسونج ام توينتي اللي كنتوا بتتهافتوا عليه اداء المعالج ده فكرني جدا بمعالج سناب دراجون 636 موبايل ايه سرتي حقق على انتوتو 105 الف نقطة وبعيدا على الارقام الاداء الفعلي للموبايل كويس جدا لو كان الموبايل ده نزل في 2018 كان هيبقى الاول في ترشيحتنا بس احنا في 2019 فيه منافسين بمعالجات كوالكم سناب دراجون 660 زي النوت سيفن والريلمي تو برو اللي بكل تأكيد بيقدموا اداء افضل عموما نرجع للسامسونج الاداء في فتح البرامج والتنقل ما بينهم مقبول كنت ساعات بحس التقطيع الخفيفة كده قلت شوية لما قفلت الانيميشن اللي بيعمله لما تفتح وتقفل برنامج من بس برضو احيانا لسه بحس بالتقطيع الخفيفة قوي دي يمكن احساسي ده كمان بسبب اني بجرب مع بعض وشايف الفرق ما بينهم في الحتة دي في الاستخدام العادي بالنسبة الاداء الرسومي والاداء في الالعاب فالإيه صرت بيجي بمعالج رسومي مالي جي واحد وسبعين اداءه كويس جدا في الالعاب التقيلة شغل باب جي على هاي اتش دي بكفاءة هنج مرة واحدة بس نص ثانية في جيم مدته ونص ساعة والسخنية بتاعته مقبولة جدا كان نفس البصمة اللي في الظهر تبقى سريعة بس للأسف الحلو ما بيكملش البصمة هنا بتتأخر شوية على ما تستجيب وتفتح مش زي الموبايلات المنافسة ممكن ده يتحل بسوفت وير ابديت وممكن لا اما نشوف وممكن تستخدم البصمة فانك تنزل قيمة الاشعارات من فوق لو حابك بالنسبة لفصالك سريع وعملي وكاعدة سامسونج بيفتح وعينك مغمضة السوفت وير بتاع الموبايل هو نفس السوفت وير سامسونج جالاكسي اي ففتي وان يو اي باندرويد تسعة اتكلمت عن السوفت وير بالتفصيل ممل في مراجعة الجالاكسي اي ففتي اللي ظهره لك في الايل اللي فوق دلوقتي وتحديدا كانت في الدقيقة الخمسة من الفيديو لو برضو مش عاوز تروح تشوف الفيديو هلخص لك بسرعة ايه اللي موجود في السوفت وير اللي بيقلب القوام اسود عمل نسختين من برامج التواصل الاجتماعي لسبلت سكرين لعشان تخلي اي عيم زي كوت المسنجر وكمان نقرتين على الشاشة علشان تفتح الموبايل برضو ما فيهوش لمبة اشعارات بس بيدعم علشان يعرض لك ايقونات الاشعارات اللي جات لك من غير ما تحتاج تفتح الشاشة وكمان في ريمايندر او تسكيل بالاشعارات اللي جات لك وانت ما فتحتهاش ودي موجودة في سيتنج الموبايل بالنسبة للمستشعرات بيدعم الجيروسكوب علشان تشغل نظرات الوقع الافترادي وبيدعم مستشعر الضوء علشان يزبط لك اضاءة الشاشة على حسب اضاءة الغرفة وكمان بيدعم الراديو اف ام بالنسبة لصوت سماعات المكالمات فهو عالي ومسموع زي بالزبط اما بالنسبة لصوت السبيكر الخارجي او الجرس زي ما بيقول عليه فهو للأسف ضعيف شوية واضعف من بفرق ملحوظ وبالنسبة لصوت سماعاته الاوزن والايو ايكس فهو عالي ومفيهوش مشاكل وبالنسبة لشبكة الموبايل فهي متوسطة تقريبا زي الجالاكسي اي فيفتي بالزبط سامسونج زي ما استخدمت نفس شاشة اي فيفتي في عملت كده برضو في البطارية نفس البطارية اللي 4000 ميلي امبير اللي استحملت معي حوالي ست ساعات شاشة مفتوحة في متوسط استخدام يوم كامل منهم حوالي ساعة ونص باب جي بالنسبة لسرعة الشاحن فهنا الشاحن برضو 15 واط ومنفذ الشاحن طايب سي والموبايل بيشحن بالكامل في ساعتين بالنسبة للكاميرات فالكاميرا خلفية هنا مزدوجة الرئيسية 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.7 والتانية 5 ميجا بيكسل بس مش عشان العزل لأ عشان التصوير بزاوية واسعة وهي بفتحة عدسة F2.2 وطبعا الكاميرا خلفية فيها عزل وبتدعم الHDR اما الكاميرا السيلفي اللي موجودة في النوتش فهي 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 وبتدعم برضو الHDR بتدعم العزل كنت متخيل ان الاداء هيبقى اقل من الA50 بشكل كبير ولكن في الحقيقة لا خالص هوريكم صور متصوارة بالA30 وبعدها صور تانية متصوارة بالA30 جنب هتشوف بنفسك جودة الكاميرات اللي انا شايفها ما اثرتش خالص في التصوير خصوصا في الفئة السعرية اللي هو فيها هو يمكن بس البرترية في الكاميرا خلفية ما عجبنيش قوي وبيغلط كتير بس بشكل عام ما اقدرش اقول على الكاميرات دي انها وحشة هسيبكم مع باقي الصور وبعدها ندخل في الفيديوهات اشتركوا في القناة بالنسبة لتصوير الفيديوهات في الجالاكسي A30 فهو تقريبا زي الA50 بيصور 1080 بي وبيصور 720 بي بس هنا مفيش سلو موشن هو ده الفرق وانا دلوقتي بصور بالعدسة العادية على 1080 بي هنشوف مع بعض جودة سابعة الفيديو لان انا بتماشى زي ما تشايفين ونشوف برضو العزل بتاع المايك لان انا في نفس الطريق اللي تقوش بتاع كل مرة علشان نشوف المايك الاضافي هنا شغال ازاي بالنسبة لتصوير الفيديوهات بالليل فانا دلوقتي بصور بطريقة مختلفة شوية انا بصور بالجالاكسي بس المرة دي بصور وانا ماشي بالعربية تقريبا على سرعة مية او زي ما تشايفين على الدائري الاضاقة ضعيفة اوي الاضاقة يمين وشمال اضاقة بيضا خفيفة اوي في وش الكاميرا فيه دار العربيات التانية بالكشفات بالنور الاحمر اللي كل شيات نوره تدفي وتي حاجة صعبة قوي مع الكاميرا انها تعندلها وتتعامل معها وفي نفس الوقت برضو هنشوف السابات السابات الفيديو لان طبعا احنا على الدائري مطبط هوا بقى ومراجيح زي ما انتو عارفين سعر الموبايل الرسمي 3850 جنيه للنسخة الوحيدة اللي موجودة 64 جيجا مع 4 جيجا رام وتقدر تركب كارت ميموري وشارحت الاتصال مع بعض في نفس الوقت رأيي النهاية في الموبايل جالكسي A30 بيقدم لك شاشة مفيش منافس هيقدمها في السعر ده مع بطارية قوية وشحن سريع وكاميرات مقبولة واداء مقبول مع التحفز طبعا على سرعة البصمة وصوت الموبايل والخامات البلاستيك اللي ممكن تكون كل دي مش عيوب بالنسبة لاستخدامك المنافس المباشر للموبايل ده هو الشاومي نوت 7 اللي هيقدم كاميرا خلفية افضل مع اداء افضل وصوت اعلى وضهر زجاجي بس طبعا مش هيقدم الشاشة الممتازة اللي موجودة في الجالكسي A30 اكتبونا في الكومنتات تحت عاوزين ان يمقارنة الاول اللي بين النوت 7 والA50 لانهم تقريبا متقاربين جدا في الاداء والكاميرا الخلفية بعيدة عن فرق السعر ولا عاوزين المقارنة بين النوت 7 والA30 لانهم هيبقوا تقريبا بنفس السعر مش هوصيك بقى وانت بتكتب الكومنت تعمل لايك وتتأكد انك عامل سبسكرايب في قناة موبيزل وانفعل الجرس علشان تشوف المراجعة الجاية وهي مهمة جدا وكلكم بتسألوا عليها وهي مراجعة الشاومي نوت 7 اشتركوا في القناة